اشتركوا في القناة محمد صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ وذكرنا بكذا برضو ان غزوة بدر الاسرى من الكفار تعرف افتدوا نفسهم بايه الرسول صلى الله عليه وسلم وقت حرب محتاج للمال محتاج في ناس قتلت المفروض يقل حتى المفروض يقتلوا الناس دي لا افتدوا نفسهم كل اسير يعلم عشر من ابناء المسلمين شفت اهمية القراءة والكتابة اهمية العلم والمتعلمين اهمية العلماء والمعلمين طيب في البداية كده قبل ان نبدأ حرف الغين النهاردة في فيديو صغير لبنوتة اسمها فريدة من الشرقية اتصلت كتير مبارح بنا وللأسف الشديد يعني ما عرفناش من كتر المكالمات والاتصالات ما عرفناش ناخد الاتصالات نعرفش ناخد المكالمات فبعد الفيديو وهنشوف دلوقتي ونرجعلكو تاني موسيقى ازايك يا مستر محسن انت الاعلان بتاعك جمز جدا 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 واحنا بنتفرج عليك وبنفهم منك كل حاجة وكمان احنا بنقعد على السرير بنعمل كبات شاي ونسكافيه ونقعد نتفرج على الاعلان بتاعك ونكلمك وانت ما بتردش علينا اقرأ 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 ورجعنا لكم بعد هذا الفيديو القصير لبنتنا فريدة من الزقزي شرقية والله يا فريدة امبارح كان في ضغط مكالمات احنا اسفين جدا وشيء يشرفني اللي انت تبعاتي الفيديو ده ان انت بتشاهد البرنامج وانتبعاه احنا اسفين جدا احنا مرضاناش امبارح ونبدأ حلقاتنا النهاردة امبارح خدنا حرف العين النهاردة هناخد حرف الغين اسمه ايه؟ غين مش غين يلا بينا مقررنا الكريم الوساس تامر نشوف الصبورة شهدية كرام احنا مبارح تعلمنا تعلمنا مبارح ازاي نرسم حرف العين هو هو حرف الغين هو هو حرف العين في رسمته لكن الاختلاف البسيط اختلاف البسيط ايه؟ النقطة بس تعالوا نشوفه عشان نفكر الناس اللي نسيت انبارح واللسان منصور ما كانش معنا انبارح عشان يعرف ازاي يرسم حرف العين والغين تعالوا بص يا منصور نعمل اتنين حرف ايه؟ رقم اتنين تمام؟ عشان عارف يا منصور فاكر الفتحة والكسرة والضمة دي شرطة ايه ونعمل شرطة كده تمام كده؟ ده ايه؟ نبدأ حرف العين او الغين نكتبه كده شو بص؟ ونعمل ايه؟ نص دا يوه ايه عارف كده يا منصور؟ ده حرف العين نحط عليه نقطة يبه حرف الايه؟ الغين عارف رسمته منصور جميلة جدا اتنين اهو تاني اهو اتنين هم؟ شرطة وفتحة وكسرة وضم فاكرين فتحة شرطة قد شرطة ايه ماشي ونعمل النص دا ايه؟ تمام كده؟ اهو يلا دا ايه؟ في كراسة شكل الحرف احنا متعودين ان بدأت على طول ما قلت بقى طلقة كراسة شكل الحرف وعشان نعمل شكل حلق على طول احنا منبدأ بكراسة شكل الحرف ازاي نرسم الحرف؟ اهو الصفحة العليمين هنعمل ايه كده؟ ويلا ده في الصفحة العليمين اكتبوها يلا ونزلوا بيها سريعا سريعا كده ده اسمه حرف الغين منفردة اسمه غين اسمه ايه؟ غين تمام كده؟ طيب نجيب بقى حرف الغين في اول الكلمة زي حرف العين تماما برضو نعمل ايه يا حبيبي يا حلوين؟ اتنين تمام كده؟ ونجي ايه شرطة كده ده حرف الغين في اول الكلمة طيب حد يقول لي كده مثال على حرف الغين ده في أول الكلمة زي إيه كده حبيبي يا حلوين يا مقطقطين يلا حبيبي زي إيه هو بصوا أيوة الله ينور عليك غراب غراب عليك يا تموم شوفوا الغاينة هي في أول الكلمة مش حرف رفاص الغاين تمسك فين في اللي وراها هو غا ضم غو بعدها ما دبقى قال لي فرا غراب بو تمام كده ده الغاينة في أول الكلمة عشان نعرف نكتبه إزاي تمام كده طب حرف الغاينة فاصلة الكلمة ركز معايا يا منصور يا تامر أنا حاسس لأنت معرفش تكتب العين مبارح تعالى نتعلمها كده تاني أهو هادي شرطة هي ونعمل اللي هو إيه الحاجب ده كده بص 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 ونجي راجعين كده يا راكة أمور بص ونقفل إيه الغاينة والعين نقفلها أنا عارف أنه وصاب عليك شوي عارفوا الله ماشي بس نتعود نتعود نرسم نتعود يا تامور يا أسادزة معايا ولا إيه ناشي نتعود أن احنا نرسمها كويس ماشي كلمة كده فيها حرف الغاينة في وسط الكلمة كده زي إيه يا حبيب يا حلوين أهو مين فتحة؟ ما شوفوا بقى الغاينة في وسط الكلمة أهو تعالوا شوفوا أهو أهو ونقفلها كده أخونا ماشي؟ مغ ري بو مين فتحة؟ ما غاينة ساكنة هي؟ مغ رأ كسرة ري بأضم بو مغ ري بو شوفوا حبيبا حلوين الغاينة هي؟ في وسط الكلمة مسكة في اللي وراها واللي إيه؟ واللي قدامها تمام كده؟ طب حرف الغاينة برضو فيه حرف غاينة في وسط الكلمة ولكن مش ماسك في اللي وراه واللي قدامه هتقول لي يا مستر محسن أنت قلت لي حرف الغاينة في وسط الكلمة بيمسك في اللي وراه واللي قدامه بيمسك في شعر تنمور وشعر الشاهد تمام كده؟ لا مش هيقطعهم ولا حد عشان ما فيش شعر أصلا تمام كده؟ طب نعمل يا حبيب يا حلوين تعالوا نشوف كده لو سبقوا حرف رفاص نكتبوا أهو ألف همزة فتحة أ شوفوا الغين بقى أهو أهو برضو فاصة الكلمة أيوة أهو تمام كده ندوصوا حبايب يا حلوين حرف الغين فاصة الكلمة ليش أكليه أهو وأهو لو ما سبقهوش حرف رفاص بيمسك في اللي وراه واللي قدامه طيب لو سبقوا حرف رفاص زي الألف أو الدال أو الثال أو الراء أو الزاي أو الواو بيحصل كده الآلف بترفص الغين أدي الغين آه شبه الغين في أول الكلمة تمام كده طيب احنا دلوقتي أخدنا الغين في أول الكلمة في وسط الكلمة تابنى أخذها في أخر الكلمة كده يلا عشان إيه أابل الفاصل نخلص الشكل حرف تمام كده يلا حبايب يا حلوين أدي الغين فين في وسط الكلمة في آخر الكلمة صح بص حبايب أهو كده ودي الحاجب أهو ماشي ونعمل كده بيجا عاملين كده يالله ونقفل الغينة والعين بتقفل تمام كده يا حبايبي يا حلوين طب الغينة في آخر الكلمة عاوزين نسأل عليها كده بسرعة كده يالله يالله حبايبي يا حلوين بص يا حبايبي أيوة برافو عليك يا تامور انت حافظ هذا بلاغ من الناس برافو عليك بلاغ وصمغ برضه صم هذه الغينة هي يالله حبايبي يا حلوين هذه الغينة هي في آخر الكلمة هو صمغ هذه الغينة في آخر الكلمة هي بتمسك في اللي قدامها لو قدامها بقى حرف الرفوص هنشوفها دلوقتي الغينة في آخر الكلمة هو تمام زي صمغ وبلغ ماشي تمام طيب حرف الغينة بقى لو سبقه حرف الرفوص في آخر الكلمة اهو يا حبيبي يا حلوين نعمل اتنين كده هو وده الشرط اللي احنا قلنا عليها قد الغينة في آخر الكلمة بتبقى منفردة لو سبقه حرف الرفوص تاب مثال عليها يا أستاذ يا الله حبيبي يا حلوين الله ينور عليك يا حبيب والديك فا بعدها ما تبقى الألف فا كسرا اري غينة هو ما شفو اتنين اهي وهي بصوا اهي يورك في الراس ما دي تنمور الله ينور عليك يا حبيب والديك اهدي الغين يا حبيبي يا حلوين فأول الكلمة ما يشي بتمسك في اللي وراها زي غراب وأهدي الغين في وسط الكلمة زي مغرب ماسك في اللي قدامها والوراها ولو سبقى حرف رفاص بالآلف رفاصة الغين أغراب وأهدي الغين في آخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي صمغ بلغ بلاغ والغين في آخر الكلمة هو يا حبيبي يا حلوين لو سبقه حرف رفاص زي فارغ تمام كده ماشي هناخد الفاصل دلوقت ولا كمان شوية ماشي حبيبي يا حلوين يا ما أطقطين تمام كده آدي حرف الغين يا حبيبي يا حلوين يا الله كده كله يكتب كده في كراسة في كراسة في كراسة شكل الحرف تمام كده تمام نكتب الكلمات دي وأولياء الأمور يكتبوا الكلمات دي ورايا ويملوها لأبنائهم كل يوم تمام كده طيب يلا نقفل بقى بعد ما كتابته كده الكلمات دي والحاجات دي وتنزلوا بيها والواجب كذلك يلا نقفل كراسة شكل الحرف ونشوف كراسة صوت الحرف يلا حبيبي يا حلوين لو فيه اتصال دلوقت كده وأنا بعمل كده ماشي يلا حبيبي يا حلوين يلا كله خلص يلا كله خلص عايزين ايه عايزين كراسة صوت الحرف طيب احنا صوت الحرف دلوقت يا حبيبي يلا حبيبي كده معايا يلا اهو كراسة صوت الحرف وطلعتها ولا لسه ايوة كده شطار بربوا عليكم يلا علشان نسمع علشان نسمع صوت الحرف مش هنزغزغه ولا هنضربه احنا هنحط له حركات ماشي يلا بينا كده هذه الغينة هاي غين فتحة حازم محمد حازم السلام عليكم عشان استامر ماشي اقول لي على طول كده الكاميرا دي الكاميرا دي كده يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد حازم ايه يلا بقى انت يعني هي المنوفية محتلة يلا تعالى بوس يا محمد هكتب لك كلمة يا محمد تمام حرف الغين حلو كده وتنطع اهالي يلا كده ولا حرف العين عشان احنا نزا مخداش حرف الغين النهارده حرف العين اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت يلا كده يعني داخل على رابعة ان شاء الله انت داخل على ايه داخل على رابعة والله مش هكذا لما اطلقمت بينك وبين الولد الصغير انت عاوز بقى والبقى داخل على رابعة تمام كده طيب يا محمد طيب يا محمد انا يعني اسلام عليكم اللي خط الظهر مش سامع صوت خط فاصل بين اتصل بنا تاني يا استاذ يا محمد يا حازم اتصل بنا تاني وان شاء الله اكيد يعني الاتصال حصل في حاجة يعني ماشي مشاهديني الكرام استاذينكم الفاصل وانواصل اقرأ فنور العلم ذا نور بيه تجرى بشاهديني الكرام السلام عليكم وانواصل بكم وارجعنا بعد الفاصل القصير ونواصل مع حرف الغين يلا حبابي حلوين احنا غين فتحة غا احنا عاوزين نسمع صوت الحرف نعمل ايه نعمل ايه نحركوا نحركوا ازاي بالفتحة او الكسرة او الضامة يلا كده غين فتحة اه لا لا بص بقا اول خطأ اخطأتو يا تامر قلتلي غا حرف الغين يا تامر لابد ان شاء الله ماشي تمام كده طيب عاوزين نركز يا تامر عشان فيه مشاهدين عاوز نركز معهم وفيه ناس عاوز نتفرج ماشي حرف الغين انت قلتلي غا يا تامر قلتلي غا ما ينفعش غا ما تبتسمش وانت بتقول الغا بوز قلتلي تكشر اه ابص غا حرف الغين مفخم لابد تبوز وانت تنطقه غا ينفعقول مثلا 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 يعني غارب مثلا اقول غرب لا اسمها متدلعة كده مايش العين العين اللي متدلعة الغين اللي مش متدلعة ده حرف الغين تبوز كده وانت بتقولها عشان غليظة حرف غليظ زي ايه كده مثلا غا 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 تمام كده؟ يبقى غين فتحة غا حرف الغين من الحروف المفخمة لابد أبوز أنا بقولها أملى صوت بالحرف كده ماشي غين كسرة الله ينور عليك عسل غين ضمة غو بصحبا يا حلوين يا أستاذ عمر عاوزين نركز في الحلقة شوية الحقيقة بجد يعني عشان الحلقة قصيرة النهاردة تمام كده؟ غين فتحة غا عايزين نسأل كده؟ غين فتحة غا غين كسرة غي غين ضمة قو عايزين مثال على الغين المفتوحة غين فتحة كده زي إيه كده حبيبي يا حلوين؟ يلا لا غار دي بقى بعدها مد بالألف ما ينفعش هنا تمام كده؟ الله ينور عليك يا حبيب والدك غين فتحة غا غين فتحة غا دال يلا دال هي غا دي رو بص حبيبي يا حلوين هنا قدل غين الفتحة هاي غين فتحة غا دال كسرة دي غا دي الدال دي تمدد بالياء اهيه؟ بعدها مد بالياء مد طبيعة وحركتين اهوه غا دي غا دي رأ ضمة دي رو تمام كده؟ غين فتحة غا دال كسرة دي بعدها مد بالياء دي يبقى غا دي رأ ضمة رو غا دي رو لابد تعلم ابنك كده تعلمه صح تتمليه ما ترشه اكتب يا محسن غدير اكتب يا حمادة غدير لا غين فتحة غا دال كسرة دي بعدها مد بالياء يا حبيبي يبقى دي غا دي رأ ضمة رو غا دي رو يلا غين كسرة غي غين كسرة غي يلا كده مثال عليها يا حبيبي يا حلوين كده يلا نوّر عليك يا تنمور قادي الغين ههي كسرة غين كسرة غي غين كسرة غي يلا ذال اهيه ذال فتحة ذا بعدها مد بالالف غذاء شوفوا الهمزة اهيه يلا حبيبي يا حلوين غذاء او من شو أعز حاجة هنا ان الهمزة حبيبي يا حلوين زي رأس عين رأس عين او رأس غين اهيه على السطرة اهيه دي تتنطق لو عليها فتحة ا لو تحتها كسرة اي لو فوقها ضم او الهمزة لوحدها تتنطق زي الالف عليهمزة بالضبط او اي و او معنا مكالمة السلام عليكم قالوا السلام عليكم انقطع الاتصال يبقى ده الله تعالى ننطق الكلمة دي حبيبي يا حلوين يبقى اطعطين كده غين كسرة غي ذال بها دافت بالالف غذاء همزة ضمة او بسمها همزة ضمة او زي الا والاي والاو عشان ما الناس ما بتعالش تكتب الهمزة كده معنا اتصالة السلام عليكم معنا مين؟ بسم السلام ورحمة الله وبركاته فريدة اكيد مال مين؟ مين؟ انا فريدة اهو فريدة والله ايه رأيك؟ انا حافظ صدق ازاك يا فريدة؟ الحمد لله وحشاني والله يا فريدة وانت؟ اخبارك ايه بقى اللي مزعالك بقى؟ امبارح اتصلت مش حد الرب عليكي؟ ولا اللي بترفوك مشغول؟ اه احنا عمليين نبتزل كتير معليش يا حبيبتي معليش انت ايه اعوز اه تب انطقي لي كلمة دي كده كلمة دي او كلمة دي كده؟ غذاء على طول كده انا هكتبك كلمة صعبة شوية بقى حلو كده؟ يلا هكتبك كلمة كده شوية هبصي اه هو والله عشان خاطر مزعالش مين اللي ساستامر يلا انطقي لي الكلمة دي كده؟ لا لا بص بقى في حاجة هو لحظة عشان ساستامر بس درغام ده اللي هو الاسد درغام دي حاجة تاني ماشي ماشي انت عملت حاجة دلوقتي الغين هنا يا حبيبتي الغين دي كده الغين اللي انت عملتها ايه؟ هم؟ فت هم؟ لأ يتقولتي غاء هي غاء حلو كده؟ اه طب تعالي تب بلاش الدل دي يا حبيبتي بصي بلاش الدل دي خالص ونكتب ضغط عشان ايه؟ يبقى عشان الدرغام علشان اللي هو الاسد يعني ماشي يلا ننطق كده ننستهجها واحدة واحدة ونقطعها على هاوة يلا درغام شوفي بقى شوفي انا كتبت الدل ازاي عشان اللغبطك وكتبت الضاد انت بتطنقم تنطقي الضاد ويددال واحدة ماينفعش ضاد مفخمة ضي 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 بصي حبيبتي واحدة واحدة با ضي والله خلاص حبيبتي درغام ماشي طب اطعها لي كده اطعها لي كده الضاد لوحدها لا 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 ليه كده الساكن مع اللي قابله حرف الساكن ضعيف ناخده مع اللي قدامه ها الضاد مع الرس الله ينور والغا مع اللي لا بص واحدة واحدة بس للنين لوحدها فريدة بصي حبيبتي انت مستاجلة ليه انا من هنا اعود اتهمشي لا بلتالي وحشن يا مستر محسن وكده طب خليه معنا شوية انت قلت ضر ناخد نقطة على طول صح كده صح احنا قلنا من يوم مرة ما ينفعش غاء لا غاء الغين مفخمة حرف غليظ مفخم نلغاء يلا كده ضر ها ضرغام طيب ناخد المين معاها ولا لوحدها معاها 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 ليه حبيبتي لا المادي مع الممدود ونقطع على طول يلا الميملة وحدها يا حبيبتي المادي مع الممدود خلاصة هو والساكن معاها اللي قبله نقطع والميملة وحدها حرف متحركة مفيش بعدها لساكن ولا بعدها ايه يلا يا حبيبتي متشاكين جدا وخليكي معانا على طول ده ايه متابعانا كده شكرا يا حبيبتي يلا نشرح بقيت حرف الغين معانا سحر سلام عليكم سلام عليكم برضو اكيد سحر حازم اه اه عارف والله اخبارك يا صح بسلم يلا حبيبتي انتوا من قلت لي من من المنوفية او اسنا ولا بركة السابة من بركة السابة ماشا حبيبتي ماشا طيب انت ايلي كده الكلمة دي كده ما الشايفاء طيب اهي عاديرو لا غين دي مش عين غاديرو عاسل طيب الكلمة اللي بعدها غي لا لاحظة لاحظة الغين دي ما بعداش ماد نول غي قصيرة صح او لا مش غي غي ايهن غين كسرة غي مش غي 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 او اه في حد غشيش جنبك ماش مشكلة بس اسمعيني بقى حبيبتي الزال 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 طلعي طرف فلسانك في الزال من حرف اللثوية يا حبيبتي تمام كده ذا 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 اوي ايوا اللي الله ينور عليك يا حبيبتي ولدك يلا شكرا و نكمل بقى حرف الغينة يا مستر تامر ناخد الاتصال ده يلا السلام عليكم اسلام عليكم او عليكم السلام يا مستر طب ممكن نعلي صوتنا شوية حبيبتي علي صوتنا شوية ونسمع بس فقط من التليفون ونشاهد بعيننا التلفزيون يلا حبيبتي كده وعليكم السلام يا مستر عسل يا حبيبتي اسمك ايه؟ ملك ملك ماشا ملوك رايحة سنة كاما حبيبتي؟ سنة كاما؟ أولى ابتدائي رايحة أولى ابتدائي ولا أنت رايحة دانيا؟ أولى ابتدائي ماشا حبيبتي طيب حكتبت كلمة حبيبتي كده وتقرأيها تمام؟ تمام طيب احنا قلنا ايه؟ غين فتحة ايه؟ غين فتحة؟ غين فتحة غا طيب غين كسرة؟ غين غين ضمة؟ غين إحنا خدنا مثال على الغين الفتحة حبيبته قلنا غاديره وخدنا مثال على الغين كسرة غذاءه عايزيني مثال؟ أولي لي مثال على الغين ضمّة كده بقى عشان نشرح معك على الهواء يلا غوء غين ضمّة الله يدور عليك يا حبيبة والديك يلا غين ضمّة أيوة رأ ما دهمت بالألف عسن بأضمّة بو يبقى كلها على بعضها إيه؟ بو هم؟ يلا غراء بو شكرا ملوكا شكرا متشكرين جدا عشان نبق تبق أختك معاكي؟ آه سنة كام؟ قلت بيئي برضو أنت توقم؟ آه اسمها إيه؟ سارة سارة تبيديني سارة؟ سنة وعليكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت منين يا سارة؟ نعم ما أنا عارف والله عارف اخت مالك بس هي منين يعني؟ من عاشر من رمضان تبع لي صوتك عشان أسمع بس؟ من العاشر من رمضان أحسن ناس العاشر من رمضان أحسن ناس الشرقية تمام كده؟ بصلي يا حبيبتي إحنا أخذنا الحركة القصيرة حركة القصيرة الفتحة والكسرة والضمة غين فتحة غا غديره غين كسرة غي غذاءه وغين ضمة وغرابه عايزين ناخد الحركات الطويلة ماشي؟ مع بعضك على الهواء إيه رأيك؟ تعال يالله حبيبتي الغين القصيرة دي يا حبيبتي غين فتحة قصيرة دي عايزين نمدها نمدها بالإيه؟ عايزين نمد الغين الفتحة دي نمدها بالإيه؟ أنه نمدها بالياء ولا بالواو؟ بالألف عسل ليه يا حبيبتي بقى؟ برافو عليكي شوفي بصي أهو الفتحة بتحب بالإيه؟ مد بالألف ومد بالألف بيحب الفتحة يبقى الحركة القصيرة الفتحة نمدها بالإيه؟ بالآلف احنا عندنا كم حرف مادة حبيبتي؟ آآ ثالثة ايه و ايه و ايه؟ الآلف ايوة و ايوة و كان الـ آهو و الواو والي آلف و و ي كاتا تاتا تاتا حرف المادة ايه؟ آلف و و و عسل حبيبتي طيب غايني فتحة؟ غا عايزيني مدها بالآلف نقول ايه؟ يلا ايه و 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 ايه حركة القصيرة دي؟ عايزيني مدها؟ مدها بإيه؟ غيني كسرة دي مدها بالإيه؟ عايزيني مد الغيني كسرة دي حركة القصيرة الكسرة مدها بالإيه؟ يلا ها؟ لا غيني كسرة غي الكسرة بتحب الياء والياء بيحب الكسرة تعال بص كده؟ أهو غيني كسرة غي؟ عايزيني مدها بصي 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 أهو يرايك بقى هني مدها بالإيه؟ بالياء يا حبيبتي غي غي نفتحة غي نمده بالألف غي نكسرة غي عاوزوني نمدهها نمدهها بالإ quilكسرة بتحبي مد بالإي غي غي نظمة يا حبيبتي عشان نمدهه نمده بالإيه يلا أولي نمده بالو غي نظمة غي يلا بعدها مادي بالو غي برافو عليك يا حبيبتي شكرا نكمل بقى المشكلة الأفضل يا ثامي على الهواء كده غين فتحة غا نمدها بالألف غا غين كسرة غي الكسرة بتحب المد بالياء غي غين ضمه غو عشان نمدها نمدها بالواو غو عاوزين مساءة مرباء كده يا الله حبابي بها حلوين يا مقططين الغين بعدها مد بالألف يا الله كده يا حبابي بها حلوين أيوة الله ينور عليك غا غين بعدها مد بالألف غا فاكرين غار وثور وغار وحراء يا أولاد يا الله ينور عليكم شوف غين بعدها مد بالألف غا رأضمه رو رأضمه رو يبقى غا رو طيب عشان مثال على غين بعدها مد بالياء حبابي بها حيوني مقططين غيومه ده ملهاش ده وخلص بالمد اللياء الممدودة ماشي يلا صغيره ورغيفه خلينا في الرغيف العيش ايه رأيكو اهو رأ فتحة رأ رأ فتحة يا تنمر ايوة الغين بعدها مد بالياء نقول ايه ايه لا يعني ليه ماشي راا فاتحة را غين بعدها مدبليا غي يبقى را غي ناشى فاغضمة فو يبقى ايه يا حبايب يا حينون را فتحة را غين بعدها مدبليا غي را غي فاغضمة فو تبع smartphones حبايب يا حينون كده يلا معططين عايزين المثال على الواو مدبا وهو يلا كده آه ياغوثة صح كده ماشي حبايبها حلوي عافية الأصنام بتاعة القوم نوح ياغوثة ونصرة آهو ياء فتحة ياء ياء فتحة ياء غين بعدها ماد بلواو غووو يبايا غوووو ثا ثا فتحة ثا يبايا غووثة ده صنم من أصنام قوم سيدنا نوح ياء فتحة ياء غين ضمة غوو بعدها ماد بلواو غوووو يبايا غووو ثا فتحة ثا ياغوثة كده خلصنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة يالله حبايبها نقلتوا حبايبها حلوين يالله ناخد السكون يالله علشان النهاردة هناخد مش هناخد شد النهاردة هناخد السكون بس عشان الوقت بيداهمون دكتورنا الفاضل الكريم دكتور الأستاذ الدكتور ياسر نصر استشاري طب الأطفال طب نفسي أطفال هشرفنا بعد البرنامج من ناس اللي يعني الدنيا كلها الدنيا كلها بتحبه وبتفرق عليه معلش يا دكتور ياسر بدي اقتن بالظبط وحيختم إن شاء الله تعالى تمام كده يالله فاضل السكون تعالى كده يالله حبايبها حلوين الساء شوف الأخباطنا خالص إنت يا تموف أين غين الغين السكون يا تموف الغين الساكن نعرف نطلع وحدها لغين الساكنة نعرف نطلع وحدها لغين الساكن نعرف نطلع وحدها بص حبايب يا حلوين الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش ننطقه لوحده أبداً عشان ضعيف احنا اتفاننا قبل كده إن الإنسان الضعيف لابد حد يسنده نفس الحكاية لغين الساكنة لابد أسندها بحرف متحرك يعني متحرك يا أستاذ يعني الحرف اللي قدامها اللي يقولون علي فتحة كسرة ضم ألف همزة فتحة آه غين ساكنة ما ينفعش نطقها لوحدها أغل أغل تمام كده يلا ألف كسرة إي غين ساكنة ما ينفعش نطقها لوحدها يا أستاذ أما ينطقها إزاي مع الحرف اللي قدامها المتحرك يعني متحرك فتحة كسرة ضم أغل طب ألف كسرة ألف همزة ضم أغل ألف همزة ضم أغل غين ساكنة إن فأنتقها لوحدها لا يبقى أغل تمام أردين مثال يلا مثال سريعا كده على الحرف الساكن الغين الساكنة كده يلا حبيب يا حلوين يلا حد ينطق لي كده ميم فتحة ما غين ساكنة هي يلا حبيب يا حلوين يلا لا 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 إنت قلت حاجة دلوقتي لا 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 واحدة عاجة تمور الميم إحنا 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 إخدناش بس مراققة ما نفعش ما ما لا ما نفعش طول ما ما مغ مغ رأ كسرة ري يبقى مغ ري بأضم بو يبقى مغ شف شف الحرفين دول اتنطقوا مع بعض إزاي؟ لابد الحرف الساكن يتطق مع اللي قدامه ولابد الحرف اللي قدامه يكون علي فتحة كسرة ضمة عاوزيني مثال آخر كده يا تنمور يا الله يا الله شوفوا الكلمة دي كده ألف همزة فتحة آ يلا غين يلا بصوا نفس الخطأ يا تنمور احنا قلنا الهمزة أو الالف مراقق بص يا حبيبي بص يا تنمور اسمعني ماشي بس اسمعني بس احنا قدنا الالف وعنا عارف إن الالف صعب عليك والهمزة كمان صعبة جدا والالف بالذات أنا عارفه والله صعب جدا وبيبزل يعني نبزل مجهود جامد أوه احنا بنتعلمه ماشي الالف همزة فتحة آ مراقق يا تنمور لو بدي تبتسم له كده تفتح لك بق بقك يتفتح كده آ آ آ شوف تبتسم أغ أغ ماشي غين ساكنة أغ يلا ادي الصادة هي صاد فتحة ص بعدها من دول الالف أغ ص ننضم نور يبقى الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش أنطق لوحده وركز عشان الغين مثلا مفخمة والهمزة قبلها مراققة ما قلتش أغ لا 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 اسمها آ آ الهمزة مراققة آ أغ صاد فتحة ص بعدها من دول الالف ص والصاد ما تنشي ساية تنمور ص ص ص مفخمة يبقى أغ ص ن مشاهدين يا كرام هنكتفي بهذا القدر النهاردة ونكمل الغين المشددة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى علشان أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور ياسر ناصر استشاري الطب نفسي للأفطال حشرفنا بعد هذه الحلقة مشاهدنا الكرام ما تنسوش تتفاصلوا معنا على واتساب صفر الف واحد وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين وبعتوا فيديوهات لأطفالكم شجعوهم على التعليم شجعوهم على القراءة شجعوهم على الكتابة وإلى أنا ألتخي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة